اهلا بكم جلسة وزرية حامية انتهت برفع الجلسة مع ترسيخ الخلاف مع التيار الوطني الحر على مسألة التعينات والمجلس يقر دعم الصادرات الزراعية والصناعية خارج إطار التوافق في جلستها الأولى بعد عطلة الأسبوع الثلاثة القسرية لإيجاد مخارج لعمل الحكومة تصاعدت حدة الأزمة فبعد استعراض ونقاش في مسألة جدول الأعمال وكيفية تطبيق صلاحيات رئاسة الجمهورية أبد الرئيس تمام اسلام اعتراضه على تسليمه كتابا من تكاتل التغيير والإصلاح رافضا جدول الأعمال وأشار اسلام إلى أنها سابقة لا يمكن القبول بها وبعد نقاشات مطولة أراد رئيس الحكومة الدخول في جدول الأعمال فدار نقاش على خلفية عدم بت بند التعينات على اعتبار أن وزير الدفاع المعني لم يطرح الموضوع ثم جرى الانتقال إلى موضوع التصدير الزراعي والصناعي وعند هذه النقطة سجل كل من وزراء التيار الوطني والتشناق وحزب الله اعتراضهم على الأمر فطلب اسلام من المعتاردين تسجيل اعتراضهم ورفع الجلسة الوزير الياس بصعب توجه إلى غرفة الصحافة لتسجيل اعتراض التكتل نعم نشتغل بغياب رأس الدولة وهذا الموضوع بدنا نتفهم عليه بأي قلية مش يجي ينقلنا نحن اليوم لقلنا أنه إذا في رئيس جمهورية كان به وإذا ما فيه تعودوا على الفكرة أنه راح نشتغل بدون رئيس الجمهورية وأخطر من هيك لا أنت ولا غيركم بمسلوبة بالحكومة وفي أثناء إلقائه كلمته انقطع البث المباشر الخلاف اللي صار السراية قالت إنه عطل تقني غير مقصود في حين أكد أبو صعب أنه قطع متعمد واصفا الأمر بالقمع الذي لم يحدث في عهد رستم غزالي وأنه دليل على رفض الشراكة ورفض الاستماع إلى رأي الآخر أو حتى التعبير عن وجهة نظره في مجلس الوزراء وبعد الجلسة أشار الوزير رشيد درباس إلى أن صبر الرئيس اسلام نفد وأنه أشار في الجلسة إلى أن عددا من الوزراء يلمونه لأنه يساير الوزير جبران باسيل وأن ذلك بسبب حرصه على فعالية الحكومة في حين أشار الوزير وائل أبو فعور في الجلسة إلى أن أحدا لا يمكنه ممارسة الاستبداد السياسي داخل المجلس وتعطيل البلد وكان هناك سوابق تخذت فيها قرارات من دون إجماع وأشار أبو فعور إلى أن اسلام يراعي الأمور بحدها الأقصى وهو لم يطرح جدول أعمال إنما طرح باندا طارئا متعلقا بالزراعة وعقب الجلسة أشار أبو فعور إلى أن الأزمة تصاعدت في حين أشار الوزير أشرفيفي إلى أن التلهي ببعض المسائل قد يسقط البلد برمته قرر مجلس الوزراء الموافقة على تخصيص مبلغ 21 مليون دولار لدعم فرق كلفة تصدير المنتجات الزراعية والصناعية إلى الدول العربية في موافقة مسبقة مبدئية بمجلس الوزراء لهذا البند وبالجلسات الماضية طرحت أكثر من مرة من خارج جدول هذا البند إنما اليوم الوقت لم يعد يحتمل مثل ما قلت سوريا رغم كل مشاكلهم في عندهم 8 تيارات كل يوم من مطار بيروت الدولي ترانزيت على الخليج وفي عندهم رورو وروباك بيطلعون من اللدئية على الخليج ونحن قدين ننطور إذا منعين فلان أو منعين عائلتان من الأسف أنه أخذت في الجلسة منحة مواجه لأنه كان في فريق متشبس غير قابل بأي صورة من الصور أنه كون في حوار هذا الفريق أتى إلى مجلس الوزراء لفرض رأيه على الأفريقاء على خريق أما فيما يتعلق بفتح دورة استثنائية لمجلس النواب فقد دال المرسوم توقيع تسعة وزراء لكن المرسوم لم يسقط نهائيا إذ إن بعض الوزراء طلب مهلة للتشاور وبالتالي قد ينال توقيع 13 وزيرا إذا تقرر السير بمبدأ النصف زائدا واحدا تصف أوساط وزارية أن ما حصل داخل الجلسة هو تغيير غير معلن لآلية عمل الحكومة وعليه فإن الفريق المعترض قد يحول هذه الحكومة إلى تصريف الأعمال في حال لم تتم معالجة هذه الأزمة بوقت سريع من السراية الحكومية باسل العريض قناة الجديد عون يفجرها من الرابي ويعلن الهجوم على الحكومة أما المواجهة العونية فتبقى سر المهنة سلسلة من الخطايا السياسية كما وصفها رئيس تكتل التغيير والإصلاح ميشيل عون ارتكبت في حق البلد بدأت في إطاحة الدستور والتمديد مرتين لمجلس النواب ولم تنتهي في اختطاف صلاحيات رئيس الجمهورية والتمديد لقائد القوات المسلحة ولمدرية قوى الأمن الداخلي كل ذلك استدعى اجتماعا استثنائيا للتغيير والإصلاح في دارة العماد في الرابي فكان الموقف الانفجار في مواجهة الحكومة عام يدفشونا للانفجار فليكن محايتنا خفنا من مواجهة فلينتبه الجميع ما حدا يدفشنا لا خايفين من حدا ولا شي انه هلأ شعرنا انه دائما 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 يدفشونا زعبروا بقية الجيش زعبروا برئيس الجمهورية زعبروا بالتمديد للمجلس كل هالمخالفات ليه شو نحن هوني مانا شهود زور مانا شهود زور هيحقنا هيحقونا اللي عم يتعدوا علينا فيها لا رئيس الحكومة هل بيتعين إذا ما كانت إرادة سنية لو كل المسيحية معه شفناها مع نجيبي المياتي شو عملوا فيه غالي هناك رئيس مجلس النواب شيعي بدون إرادة الشيعة لك رئيس الجمهورية ما بيمسي الإرادة المسيحية إذا قالوا على شيء أوكا يحكو بس هايك القصة السمنة مزاجية وردا على قرار المشاركة في جلسات وزارية أخرى بيشاركوا لا نشوف قبل الانفجار ولا بعد كيف رح تبايجه جنرال هذا سر البيه دي مدام شو رح تعملوا يعني بستقيلوا من الحكومة برجعوا في تعطيل زيادة لا نطلع نطلع نحتفل بالأسهم الماريين بامتسار الحكومة بتتحركوا بالشارع هل تتحركوا بالشارع؟ هل سيكون هناك تحرك؟ أنا بكرة ندرس مع بعضنا شو ما نعمل ومنعمل يبنى على الشاي مقتضاء وفي انتظار أن ينكشف السر المواجهة العونية كرر الجنرال وضع الإصبع على الجرح فانتقد تجاهل الحكومة للأخطار الأمنية والاقتصادية للنزوح السوري وفي اكتفائها بمشاهدة تسلل الإرهاب التكفري من القلمون إلى عرسال في طهران استقبل رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسن روحاني المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو وتناول لقاء العلاقات بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية والجمهورية الإسلامية في إيران في إطار وثيقة التعاون المشترك وكيفية الإسراع في معالجة كافة القضايا الهمة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني بما في ذلك الأنشطة النووية السابقة وكان أمانو قد التقى عددا من المسؤولين الإيرانيين لتهيئة الأرضية من أجل إزالة كل الشكوك التي تساور الجانبين والتوصل إلى تفاهم بشأن الإطار الزمني واستمرار التعاون والإسراع في تسوية القضايا العالقة ومن فيينا أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إن المحادثات النووية بين إيران والقوى العالمية الست حققت تقدما في قضايا معينة لكن لا تذال تم تحاجة للعمل لإحراز تقدم في نقاط أخرى وقال فابيوس عقب اجتماع مع نظرائه قبل أن يغادر إلى باريس تحقق بعض التقدم لكننا لم نصل إلى نهاية المفاوضات وأعلن فابيوس أنه سيعود إلى فيينا مساء يوم الأحد المقبل على أمل تحقيق ما يكفي من التقدم في الأيام القليلة المقبلة للتوصل إلى اتفاق نووي نهائيا بين إيران والقوى العالمية 23 إرهابيا قتلوا في غارات جديدة للجيش المصري على مواقع للجماعات المسلحة في شمالي سيناء ما يرفع عدد القتلى في صفوف المسلحين إلى 123 منذ بدء العمليات الأربعاء عقب هجوم ضد مواقع تفتيش لجيش المصري ذهب ضحيته نحو 17 عسكريا ووفق مصادر أمنية تركزت الغارات على مدينة الشيخ زوين وإن من بين القتلى القيادي بجماعة أنصار بيت المقدس كمال علام والقياديين أبو اسكندر وباسل إحسين محارب وأوضحت المصادر أن الجماعات المسلحة كانت تسعى لتنفيذ مخطط كسر الحصول والاستيلاء على مدينة الشيخ زوين وعزل مدينة رفح عن مدينة العريش وهو ما جرى التصدي له وإحواطه وكان المتحدث باسم الجيش العقيد محمد سمير قد صرح للتلفزيون المصري بأن الوضع في شمال سيناء مسيطر عليه تماماً بنسبة 100% أعلن المدير العام لدائرة الأثار والمتاحف في سوريا مأمون عبد الكريم أن تنظيم داعش هدم تمثال أسد أثينا الموجود عند مدخل متحف تدمر وأوضح عبد الكريم أن تمثال أسد أثينا قطعة فريدة من نوعها طولها ثلاثة أمتار ووزنها 15 تورنان معتبراً أن هذه الجريمة هي من أخطر جرائم التي ارتكبها التنظيم ضد أثار تدمر في الخبر الأخير افتتحت الليلة في مدينة جوني شرق بيروت مهرجانات جوني لهذا العام وجرى الافتتاح بعرض مهيب للألعاب النارية ما جعل خليج المدينة كتلة ألوان على البحر المتوقف ترجمة نانسي قنقر ختم شريط الإخباري شكراً للمتابعة وتصبحون على خير شكراً للمتابعة وتصبحون على خير شكراً للمتابعة وتصبحون على خير